الرقاء جمع رقية رقية الأشياء اللي يقرأ عليها الدعاء ماء مثلا يقرأ عليه شيء من الدعاء حتى يشربه مثلا المريض هذه الرقية سنو طريقتها طريقتها أن واحد يأخذ الماء يقرأ عليه دعاء معين أي دعاء كان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل واجعل في هذا الماء الصحة والعافية مثلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقرأ عليه سورة الفاتحة شيء من هالأمور الجيدة خلص يقرأ عليه يعطيه للطرف الآخر انتهى الأمر أو هو يقرأ حتى يشربه هناك أناس كثير ينفخون عقوب ما يقرأ ينفخ هذا مكروه منهي عنه وبعضهم يتجاوز النفخ يبصق شنو هذه هذه وين موجودة هذه قذارة أصلا مو صحيح أنه واحد يبصق في الماء النفخ منهي عنه نفخ فقط يقرأ الدعاء المطلوب وانتهى الأمر يعطيه للطرف الآخر النفخ في الرقى مكروه اثنين يعني رواية فيه اثنين النفخ في الطعام الحار طعام حار ما يقدر يأكله ينفخ فيه ينفخ فيه حتى يبرد وياكل ورد النهي عنه قالوا رؤيا نحن من الأثنان نسوله شوية لطايف من الأثنان شوية نلطف الجو قالوا جلس أعرابي مع جماعة يأكلون فكان يأخذ الطعام وهو حار يضعه في فمه ويحترق ينكوي ويبلعه فقيل له دعه حتى يبرد قال أنتم لا تدعونه خليه يبرد تخلصوه شا سوي المهم يكره يكره أن ينفخ الإنسان في الطعام الحار دعوه حتى يبرد الرواية تقول ممكن الماء أيضا يكون مشمول بالي الطعام المورد الثالث اللي هو محل شاهدنا الليلة النفخ في موضع السجود هذا اليوم اليوم نادر حصوله لأنه عادة المساجد وكذا مفروشة بفراش نظيف كذا ما في شيء يستدعي النفخ سابقا كثير من المساجد كانت أرض ترابية يسجلون على التراب فلما ينزل يريد يسجد يشوف بعض الأشياء قيش كذا صاير أمامه ينفخ ينفخ المكان حتى ينظفه ويسجد مكروه نظفه بيدك تريد توخر كذا الأوساخ بيدك أما أن ينفخ فهو منهي عنه من الأمور المنهية عنها في الصلاة أن نفخ في موضع السجود ترجمة نانسي قنقر